و من الحب ما قتل و الحب يقتل حدثني على العشق الذي قتل هذا يدخل في النوع الثاني في الغذر الحذري عروة بن حزام عروة بن حزام هذا يقولون أنه أول من مات بسبب الحب ولذلك هو يقول و ما عجبي موت المحبين في الهوى و لكن بقاء العاشقين العجيب الأصل أنه يموت العاشق فعروة بن حزام عروة بن حزام أحب ابنت عمه عفراء و نشأ يتيما في بيت عمه و من الصغر عفراء لعروة و عروة لعفراء و انتهى الأمر عندهم فهو مؤمل فيها أملا كثيرا و تجذر الحب مع مرور الزمن عندما كبروا فلما كبروا عفراء كانت من أجمل النساء فخشي عروة أن تذهب فجاء و كلم عمته و ذهبت إلى عمه فأخبرته فقال عفراء لعروة لكنه ليذهب و يسترزق أم عفراء تريد المال فغضب عروة عندما سمع أحدهم خطبها فجاء إلى عمه قال هي لك و لكن أمها تريد مئة ناقة اذهب و استرزق فقرر أن يذهب إلى اليمن في أحد أبناء عمومته هناك و يعمل عنده أو يرى ما يصنع فذهب إلى اليمن و وعده ابن عمه خيرا و حصل على المئة ناقة و لكنها مدة طويلة و سفر فقرر الرجوع هنا الجهة الأخرى في قبيلة بني عذراء نزل عليهم أحد الأمراء فخطب عفراء فرفضه والد عفراء ثم ألحت عليه أم عفراء و قالت جاءك ابن أمير و عروا لا ندري ما حل به هل هو حي أو ميت و هل يأتي بالأموال أو لا قال ردته الآن إذا عاد لي زوجته فأرسلت عجوزا تكلم الأمير فرجع و خطب و زوجت عفراء و انتقل بها هنا قال والد عفراء ابن لي قبرا بعيدا و لا تخبروا عروا فلما جاء أخبره أنها أصابها مرض و توفيت فانكب على القبر يبكي ثم جاءته فتيات الحي و أخبرناه بالحقيقة و لحق بها و التقى بها هناك و أخذ خمارها و قالت له إلى أين قال إلى اليأس أو الموت و بدأ أصحابه يتنقلون به عند العرافين و عند الأطباء حتى أهلك و مات و لحقته هي أيضا من أجمل ما قال عروا في هذا الباب خليلي من عليا هلال بن عامر بصنعاء عوج اليوم و انتظراني ألا فحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم دعاني على كبدي من حب عفراء قرحة و عيناي من وجد بها تكفاني يكلفني عمي ثمانين بكرة و ما لي يا عفراء غير ثماني أحب ابنة العذري حبا و إن نأت و دانيت فيها غير ما متداني و صلي فأبكي في الصلاة لذكرها لي الويل مما يكتب الملكاني و إني لأهوى الحشر إذ قيل إنني و عفراء يوم الحشر ملتقياني كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقاني فالله يرحمه يعني تأذى جدا و هو أحد الأسباب في تسمية بني عذرة يعني الحب العذري من سوب البني عذرة ترجمة نانسي قنقر